السلام عليكم ورحمة الله وفقرة جديدة من نواد الكحاء مساء الخير كان كحاء كلما شاهد حماته في الليل أو في النهار بادرها بالتحية مساء الخير يا حمات العزيزة وسأله صديقا له لماذا كلما تقابلت مع حماتك في أي وقت من الصباح أو النهار تقول لها مساء الخير السبب يا أخي هو أنني كلما تقابلت مع حماتي تسود الدنيا في عيني لأنها تحول نهاري إلى ليل تفضل عندنا تقابل جحاء مع صديق الله وسأله هل تحضر إلى الغداء عندنا؟ وإن المنزل؟ في شارع السوق وما رقمه؟ أجابه جحاء وهو يسير الرقم مكتوب على المنزل نفسه فتفضل عندنا منتهى الفرح تقابل جحاء مع صديق الله فقال حجبا لقد ظننت أنك توفيت بالأمس ولماذا تظن ذلك؟ قال جحاء لأني وجدت زوجتك في منتهى الفرح والسرور بالأمس جحاء والمنجم كان جحاء جالسا أمام منزله مهموما فمر به أحد المنجمين وقال له أستطيع أن أكشف لك عن مستقبلك وأعرف حاضرك بخمسين درهم فقط فابتسم جحاء قائلا لو حقا أنت تجيد التنبؤ لا أعرفت جيدا أنني لا أملك درهما واحدا أتناول به طعامي الدينار الناقص كان جحاء جالسا مع بعض معارفه فتقدم إليه رجل من جيرانه وقال له أرجو أن تصرف لي هذا الدينار يفك يعني وأراد جحاء أن لا يظهر أمام الناس بأنه لا يملك نقودا فقال للرجل ليس هذا وقت صرف النقود فألحى الرجل قائلا إنني بحاجة إلى دراهم وليس معي منها شيئا فضاق به جحاء وفكر في حيلة تبعده عنه فتناول الدينار من الرجل وقلبه في يده ثم رده إليه قائلا هذا الدينار ينقص وزنه مقدار خمسة دراهم فهاتي الدراهم الخمسة لتكون دينارا كاملا وأنا أصرفه لك حكمة كحاء دخل لص دكان جزار وطلب منه شيئا من اللح وبينما كان الجزار يشتغل بقطع اللح يشتغل بقطع اللح فتح اللص الدرج وأخذ منه نقودا من الفضة فلمحه الجزار فأمسك بخناقه وساقه إلى قاضي البلد جحاء لما عرف حكايتهما تحير في الحكم بينهما وجلس يفكر ثم أمر بإحضار سلطانية فيها ماء ساخن ووضع فيها النقود فظهر على وجه الماء دهن قليل فعرف جحاء أن النقود للجزار فسلمها إليه وحبس اللص الفلفل دواء الحمار كان لجحاء حمار كسول لا يمشي إلا بالضرب فشك جحاء إلى أصحابه ما يلاقيه من كسل الحمار وبلادته فأشار عليه بعضهم أن يحشوا فمه فلفلا ففعل ذلك بالحمار فقرى مسرعا فعرف جحاء دواءه وفي يوم ذهب جحاء إلى الجبل ليجمع الحطب ولما أتى الليل أراد الرجوع إلى منزله فأحس بتعب شديد وأنه لا يستطيع المشي لتعبه طوال النهار فتذكر دواء الحمار فحشى فمه فلفلا فالتهب فمه وحمر وجهه فترك جحاء الحطب وجرى إلى منزله مسرعا وهو يصيح كالمجنون وأخذ يلف ويدور حول البيت فقالت له زوجته ما لك يا جحاء ماذا أصابك فقال جحاء لا شيء كان الله في عون الحمار فقد أخذت دواءه عجل سيء الأدب دخل عجل قيط جحاء وأخذ يأكل البرسيم فرأاه جحاء فهم بضربه فقرى منه العجل وذهب إلى أمه البقرة ووقف بين أرقلها وهو خائف فقرى جحاء وراء العجل فلما وصل إلى البقرة أخذ يضربها بالعصى فقال له صاحبها ماذا فعلت البقرة حتى تضربها يا جحاء فقال جحاء إني أضربها لأنها لم تحسن تربية ضيف قال جحاء زارني رجل غريب الواجه عجيب الخلق تبينت منذ اللحظة الأولى أنه ابن سبيل فتلقيته بالبشاشة والمرح ورحبنا به أجمل ترحيب فإني أعرف أن إكرام الضيف واجب وإن لهذا عند الله وإن لهذا عند الله ثوب عظيم وبعد أن بادلت الرجل للتحيات والسلامات قلت له إن الوقت وقت غداء وأنت قادم من سفر وليس كالسفر قدرة على إنهاك الأجسام وهضم الطعام فهل لك أن تتفضل مشكورا بتناول طعامك عندي ولكن الرجل هز رأسه قائلا لعلك تعذرني في هذا فإنني لا أجد شهوى لي في الطعام ولكني ألححت عليه فهز الرجل رأسه ملبيا قائلا والله لا بأس من جبر الزاد إكراما لك ولحبسني حظ الرجل أو الشئ فكل سوء حظي أنا ولخراب بيتي أن زوجتي لم تكن في البيت وإلا لكان وجودها مانعا عن تلك الكارثة التي حلت بمعاشنا وزادنا فقد نهدت بنفسي وأحضرت أربعة أرغفة من الخبز النقي الشهي كأنها والله في استداراتها وبيض صفحتها أربعة أكمار ثم وضعتهم بين يدي الرجل وعدت إلى داخل البيت لأحضر له ما يجب من الطبيخ ولكني عندما رجعت وجدته قد أتى على الأرغفة الأربعة فوضعت أمامه من الأواني والأطفاق ممتلئة بالطبيخ وعدت إليه ثانية لأحضر له أربعة أرغفة أخرى ولما رجعت وجدته قد أتى على ما في الأواني والأطفاق والخبز وهكذا أخذت أعيد القرة المرة بعد الأخرى أحضر الخبز ثم أحضر الأطفاق وهو ينسف كل ما يقدم إليه نسفا حتى أتى على كل ما عندنا من خبز وطبيخ وكان يجلس متلمظا كأنه يطلب المزيد وأخيرا جلست إلى جانب الرجل بعد تلك المعركة الطاحنة أتأمل خلقته العجيبة وسحنته الغريبة وقلت له إلى أي بلد يقصد الشيخ إلى بغداد إن شاء الله ألك أهل فيها أو عمل كلا ولكني أشك مرضا في المعدة منذ عامين قلل من شهوتي إلى الطعام وقد سمعت أن في بغداد طبيبا حاذقا له في طب المعدة خبره وتجربه فقلت أقصد إليه لعل أن يكون على يديه الشفاء لي من هذا الداء وتعود إلي شهيتي كما كانت من قبل ضحقت طويلا حتى كاد أن يغمى علي من كثرة الضحك ثم قلت له كتب الله لك السلامة في سفرك وفي معدتك ولكن بربك إذا قدر عليك أن تعود من البغداد فلا تجعل طريقك منك